رئيس جمهورية الصين الشعبية فخامة السيد شيجين بينج يغادر المغرب في ختام زيارة قصيرة للمملكة وكان في وداع السيد شيجين بينج لدى مغادرة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش قبل استعراض تشكيلة من البحرية الملكية أدت التحية بعد ذلك تقدم للسلام على الرئيس الصيني ولجهة الدار البيضاء سطاة عامل عمالة الدار البيضاء ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطاة وعامل إقليم النواصر ورئيس المجلس الإقليم للنواصر ورئيس جماعة النواصر كما تقدم للسلام على فخامة السيد شيجين بينج سفير الصين بالمغرب والوزير المستشار بصفارة الصين بالمغرب والملحق العسكري لدى السفارة الصينية بالمملكة والمستشار الاقتصادي والتجاري لصفارة الصين وخلال زيارته للمملكة كان الرئيس الصيني مرفوقا بوفد يتكون على الخصوص من عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي والمدير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية ونائبة وزير الشؤون الخارجية اشتركوا في القناة